ايه اه 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 اعتذر اسف اسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الرغم فارس في حلقة جديدة وموضوع جديد اتمنى ان تنال اعجابكم من كل قلبي في هذه الحلقة سوف يكون النوع سبق وان قدم او طرح على اليوتيوب كالتعليق أو ردد فعل على صور معدلة بي الفوتوشوب وصور فاشلة بي الكامل لكن الجديد في الحلقة الخاصة بي أني سوف أقوم بأتكلم في كل مرة عن الخطأ أو الخلل الموجود في الصورة مع التكلم عن الحل وطريقة صحيحة لتعديل ذلك يا أصدقاء لذلك أتمنى أن تعجبكم الحلقة من كل قلبي ادعمونا بالضغط على الزر اللايك اشترك في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك للرقم فارس خلينا ننتقل إلى الفيديو مباشرة بعد هذا الفاصل القصير للإشارة فإن الصور طلبت من أخي أن يقوم بجمعها لي ووضعها في ملف ولم أشاهد الصور قلت له اكتب في الفوتوشوب أو صور فوتوشوب فاشلة وإن شاء الله أتمنى أن يكون جمع لنا الصور فيها أشياء أو أخطاء نستطيع أن نتكلم عنها بشكل مفيد ومثري للحلقة خلينا نفتح أول صورة أول صورة أعتقد أنها تحشيشية وليس الشخص لا يوجد التعامل مع الفوتوشوب أو شيء من هذا القبيل فصحيح أن الجودة الخاصة بالصورة ليست بيال جيدة ولكن فقط لأني أعتقد أنه قام بتحميلها مباشرة من دون أن يفتحها في متصفح لذلك جاءت الجودة كاريتية يا إلهي نسينا أن نقوم بإعطائه نصائح كيف يقوم بالتحميل وما إلى ذلك أتوقع أنه قام بتحميلها مباشرة وكل الصور ستكون الجودة ليست بالجيدة كفاية المهم على حسب ما أرى الكاميرا هنا والحاسوب في هذه الزاوية على حسب ما أرى أنه الشخص يجيد التعامل مع الفوتوشوب السكن جيد لذلك فقط هذا الإنسان يحشش علينا وليس فاشل في الفوتوشوب الصورة الثانية أتوقع أنه خلينا نقول أنه فاشل لأنه صراحة لم يقم بقص الصورة وأتوقع أنه هذه الصورة كانت على خلفية مثلا ربما بيضاء أو من نفس الجينز خلينا ننتقل إلى الفوتوشوب وأشرح لكم الشيء اللي أريد أن أتكلم عنه أتوقع مثلا خلينا نعتبر هذه هي الصورة أنه شخص اللي قام بتعديل هذه الصورة أكيد أنه صورة الشخصية في طبقة والأخرى في طبقة عندما كان يريد أن ينقل الصورة اختار وعندما تقوم بالمسح شاهد معي عندما تضغط بضغطة واحدة فالشخص كسول جدا وخلينا حتى تفهم الشيء تماما شاهد معي فعندما يقص الصور أو يمسح مباشرة كل الأشياء القريبة ففي هذه الصورة شاهد كيف قام بمسحها ولم يأخذ حتى عناء أنه يقوم بإرجاعها التحديد مهارة مهمة في الفوتوشوب بالنسبة لهذه الصورة أتمنى أنكم تلاحظوا في المشكل فخلينا نبقى في هذه الصورة فعندما تكون عندك صورة ومعها خلفية وتريد أن تقوم بعمل لأي جزء من العضلات الخاصة بك حتى تبدو أكبر أو شيء من هذا القبيل لابد أن تقص الشخصية على برنامج آخر خليني حتى تفهم عن مدى أتحدث حتى تفهمني عن مدى أتكلم تستطيع مثلا تريد أن تكبر الكتف هنا فأشخاص عديدون مستوهم مبتدئ في الفوتوشوب يقوم مباشرة بعمل فيلتر ورح ينتقل مباشرة بهذا الشكل إلى قائمة ورح يقوم بسحب الكتف بهذا الشكل حتى يجعله يبدو أكبر وما إلى ذلك صحيح أنه الأمر رح يكون جيد ويكون الكتف ممتاز ورح يبدو أنه الكتف جيد جدا لكن أين هي المشكلة يرفعه بهذا الشكل يقوم بتضخيمه لكن أنه المشكلة في الكثير من الأحيان في هذه القيمة فقط قيمة صغيرة لن يظهر بشكل جيد ولكن عندما تقوم بتكبيره شاهد شخص يدقق في الصور شاهد كيف تتشوه الخلفية هنا ويصبح من الواضح أنه تم التلاعب بالصورة لذلك كل شخص يريد أن يقوم بهذه الخطوة يستطيع أن يختار البنتول لا أريد من أي شخص أن يعلق على التحديد فقط بشكل سريع وتقوم بعمل هكذا خلينا فقط جزء سريع وأضغط كنترول جي وأنسخه في طبقة جديدة وبعد ذلك أستطيع أن أقوم فيلتر على راحتي في هذه المرة بحيث أنه غير منطقي أني أقوم بعمل إلى هذه الدرجة ولكن لن أقوم بتشويه الخلفية في هذه الحالة بالرغم من أني قمت حتى هكذا المهم لا أريد من أي شخص أن يعلق فأنا فقط بشكل سريع شاهد الخلفية لم تتشوه في هذه الحالة خلينا نعود إلى الصور هذه الصورة لا يجوز التعليق عليها مجموعة كبيرة من الفلترات وليك ويفير إلى غاية أنه لك ورها وفكرونها لا يجوز التلال عن هذا قام بتغيير الرأس وقام بتغيير الضلال هذا شخص صراحة ممتاز مستواه متقدم في الفوتوشوب لا أستطيع أن أقول أنه هناك أشياء يجب التعديل عليها خلينا ننتقل إلى الصورة صورة مضحكة صراحة حتى هذا الشخص مستواه جيد جداً يهتم بالضلال كل شخص يهتم بالشادو والهايلايت وتعديل الألوان والقص احتلافي يعرف أنه لا يمزح على الفوتوشوب هذا شخص يهتم بأدق التفاصيل هذا هو الفرق رأسين هذا أيضاً شخص فقط يحشش علينا ليس مستواه سيء بالرغم من أنه الألوان والضلال ليست بالجيدة هنا ونقبول نوعاً ما ليس له هدف ولا عنوان ولا فكرة من هذه الصورة يريد أن يزعجنا فقط لماذا تدرج في هذه الصورة يا أخي يريد مني أن أجن لا أفهم لماذا أدرج هذه الصورة وكلهم كلهم بجودة كارتية يرفعها الله يعيننا ويعينكم والله لم أفهم فكرة هذه الصورة أتمنى أنه يفهمني بعد في المساء رح أحاول أفهم إيش هذه الصورة لم أفهم شيء ولم أعرف ما المغزى من وضعها أعتقد أنه لم يفهمني بشكل جيد شاهد معي كيف لوجودة للضلال هنا واليد أيضاً غير موضوعة بشكل صحيح مع أنه الألوان غير مناسبة تماماً مع الصورة صحيح أنه القص خلينا نقول مقبول جداً بالرغم من أنه الصور مرفوعة بجودة كارتية لنستطيع أن نعرف أنها جيدة لنستطيع أن نعرف أن التحديد جيد أمسي أصلاً الصورة كلها عاملة بيكسل الله لا يعطيك العافية وبس عميتنا اليوم بكل الصور معاملة بيكسل لا أدري أين هو الخطب في الصورة وأين هو الفل خلينا نشوف الهايلايت جيد الشادو جيد التشبع الألوان كل شيء تمام تمام في الصورة فقط الإطار هذا لا أفهم لماذا تم وضع هذا الإطار بشكل غير متساوي أصلاً أتوقع أن الصورة مقبولة جداً من بين كل الصور الموجودة في هذا التجميعية صورة معروفة جداً وقديمة قام بوضع أكثر من بطن فوق بعضها يا أخي لا تحشش زيادة واحد اتنان تلاتة أربعة خمسة خمسة والأخيرة أيضاً ستة اه اتنى عشر انت أسطورة انت جيريمي بانديا لا يستطيع أن يتنافس معي أعتدر أعتدر آسف آسف أحسن صورة شفتها اليوم البرسبكتف الزاوية ليست هي والتناسق حجم الشخصية وحجم السيارة ليس متناسق إطلاقاً من غير المنطقي أن يكون الرأس بهذا الحجم أين باقي جسمه رجله تصل إلى هنا وهنا أو دائرة مع العجلة ايش هاد الصورة الله يعينكم وبس آآ اللون أسود وغير خلينا نقول غير مناسب في هاد الصورة تستطيع أن نتعدل على غير موجود إطلاقاً والبرسبكتف أيضاً غير موجود وآآ كل شيء كل شيء خلينا نعمل هاده الزوم أسطورة يا يا سلامات اختلاء انتحر مختلع الفوتوشوب خلاص مطور عفوا وليس مختلع فوتوشوب ليس اختلاع برنامج أتلفت لي التفكير هاد الصور لا أستطيع أن أعلق على هذا الشدو يا أخي الشادو غير موجود الصوفت لايت على الشخصية والفيفيد لايت ولماذا ليس هناك بلور على الظل الظل والأوباسيتي أيضاً الخاصة بيات الظل وهذا بدون تعليق هذا أتمنى أنه النصائح هذه مفهومة علي أيضاً صورة تحشيش وصاحبها مستواه متقدم واضح واضح أنه الهايلايت جيد الشدو وكل شيء في مكانه حتى هذه اللي قام بتعديل هذه الصورة مستواه خلينا نقول متقدم وليس بالجيد جداً لأنه هنا عيب ولكن الظلال ممتازة كل شيء ممتاز في الظلال خلينا وصلنا الأول يعني أنه انتهت كل الصور وبس كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم وعند حسن ظنكم إن عجبتكم الحلقة سوف نقوم بعمل جزء تاني من هذه الحلقة ونشرح كل شيء بتفصيل ليس فقط إشارة للأشياء التي يجب أن تكون والأشياء التي لا يجب أن تكون وإنما كل الصورة نأخذها ونقوم بعمل ميتال ونصنعها من الصفر حتى النهاية ونشير إلى كل النقاط اللي تكلمت عنها وكل هذه المصطلحات بالنسبة للأشخاص الذين مستواهم ليس بيال متقدم في الفوتوشوب بس مرة أخرى أتمنى أن لا تنسونا بالضغط على الزر لايكات دعم مرة ضعيف هذه الأيام اشترك في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك للرقم فارس أترك لكم الصحة والعافية إن أخفقت فمن نفسي ومن الشيطان إن وفقت في هذه الحلقة فمن الله وحده باي باي